لأنه مارس الكولر قال لك يا جماعة وشاف مرشات كتيرة للترجي قال لك يا جماعة ده فريق كبير وأي لعب بيرتدي فنيلته يقدر يدافع عن حظوظه قال لغياب لعب أو أكتر مش هيأثر لأن الجهاز الفني يقدر يشتغل قال إن أنا شفت مباريات للترجي وشاف أولاً إنه فريق صعب عناصره عندها خبرات سوف نحاول أن نستغل فرصنا في المباراة قال إن أنا عارف إن الترجي دائماً ما يصل إلى أعلى مستويات له في بطولة أفريقيا ودائماً ما يكون متواجداً في المراحل النهاية للبطولة هو شاف بقى السيفي بتاعه والمسار بتاع الترجي قال لك عنده مدرب يمتلك الكثير من الخبرة في البطولة ودي مسألة مهمة قال لك محمد الضو كريستو التونسي بقى ده لعب شاب جداً مهم قوي داخل الفرقة جاز الفني مؤمن قوي بقدراته لكنه تعرض للإصابة فترة فابتعد ورجع بدأ يشارك قال لك بس أنا عندي قناعة إن كل لعبت الأهل إن شاء الله هيكونوا في قمة تركيزهم وبيتمنى التوفيق وتحقيق النتيجة تساعد في موراة العودة وده النقطة المهمة إن أنت بتلعب الشوط الأول في تونس أيما كانت النتيجة الشوط التاني في القاهرة حدوء إن جد تعمل نتيجة إجابية هناك هتدي جزء من الطمأنينة مش عايزة من أخشى يعني ولذلك أصبحت الفرق الأوي اللي بره تهم الفرق اللي بتسعي البطولات أكتر من الفرق لهو يعني إنت لو صفر صفر هناك خطر هنا أي